استقبل صاحب السمو الملكي والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع من جهتهم أعرب الحضور عن سرورهم وتقديرهم لمجلس سموه العامر مشيدين بحرص سموه على الالتقاء بالمواطنين والسير على تكريس قيم الأباء والأجداد والحفاظ على الروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة منوهين بجهود سموه في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وما توليه الحكومة الموقرة من سعي متواصل نحو مستويات أفضل من التنمية والخدمات وتأمين الحياة الكريمة للمواطن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر